ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسوق فيها نقطة دم عراقي أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم ودع المواطنين إلى عدم نصدام مع القوة الأمنية واحترام مؤسسات الدولة يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع أن الظرف صعب جدا وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد وعلينا أن نتعاون ونتكاتف جميعا حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية علينا أن نحكم عقولنا ضمائرنا ووجداننا ونلتف حول العراق والعراقيين لا حول المصارح الضيقة الجميع يتحمل المسؤولية أحزاب وطبق سياسية وقوى اجتماعية وسائر المؤثرين علينا أن نقولها نعم الجميع يتحمل المسؤولية وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق حتى لا نخسر مجددا العراق أمانة فلا نخسر هذه الأمانة هذه كلمة أقولها بصدق وأسمع ما يقال في السر والعلم ونحن صادقون ولكن نأمل من غيرنا أن يتحلى بالصدق هذه المرة لأجل العراق والعراقيين سنتحمل المسؤولية وحاضرون لنفعل أي شيء من أجل العراق ودون تردد المعضلة السياسية وحلها سياسي والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين في العراق ما يكفي من العقلاء والرجال ولكن حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي حتى لا تنفجر الغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء عشتم عشتم وعاش العراق وطناً لنا ولأبنائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته